موسيقى المترجم للقناة 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 واحدة قناة نسمة ومش قاعد يحقق في النسبة معناها النجاح اللي قاعد تحقق فيها قناة التونسية في الحوالات هدوما فعندكش نفس هذا التخوف زياد هو الواضح انه الحلقة متاع المرزوقي في برنامج اللي من يجرأ فقط كانت حلقة دعائية بامتياز رغم محاولاتها كيفني بعض الوفحات وكذا لكن ما نجمش يغطي الطبيعة متاع حلقة امس اللي هي كانت حلقة دعائية من ناحية اخرى فني تبين ربما زاد السبب متاع الهوس والتمسك بالمرزوجي بالكرسي متاع السلطة الاخر الرمق وحتى لو كان في بشي ترشح مش بشي تخلفني عليه لانه هي تعطيها اسبقية على غيره من المتنافسين والمترشحين باش يستعمل الادوات متاع الدولة البارحة هو عامل حلقة دعائية فني في القصرة متاع كرتاش في القصرة متاع الدولة ما يجاوبش على الاسرة هذي المشكلة دونك وجاوب كان على اللي يحب هو يجاوب عليه بالشكل اللي رأى انه يدعم له هو الصورة فني بتاعه لكن الاسألة اللي كان مفروض انه بيجاوب عليها ولناس صهرت البارح برشمنهم ثلاثة ساعات باش يسمعوا اجابات على الاسألة هذية ما جاوبش عليها دونك نحن بالحق نحن ماشينو هنالايكا يلزمها تكون عندها موقف في المسألة فني هذية في هاد دعاية السياسية المقنعة واللي من شأنها باش تمنع وجود حضوض متكافئة و متساوية بين مختلف المترشحين والهايكاة حتى سألت معانيها الجماعريفات ما معنىش برشة دخل هذي مسألة معانيها الاخلاقيات المهنة و التوجه متاع كل صحفي و كل قناة ما انتجوش لون قناة نحن في السياق انتخابي والهايكاة والليزي في السياق الانتخابي هذي مسألش نحن قاعدين نأسه الحاجة جديدة مراش متعاودين قبل البلاشي هذية لباس انه كيف نشوفه ثم مصدرنا بتاع اخلال واللي ممكن ربما يخلق اشكالات اللي نجمو نعملوه نعملوه و اللي ما نجموش نعملوه بالقرارات نحاولو كيفاش انا ندفع فهمتني زملائنا باش يحترموا الاخلاقيات متاع المهنة وهم ما يسقطوش في الفخ متاع الخدمة متاع الاجندات متاع المترشحين و الدعاية متاعهم سيد الرئيس البارح قالك تجاوز يا اخوي اعتبرها زالة لسان وتجاوز مش تتجاوز لا ثم اهانة وقعت للتوانسة غريبة في انتعمرة في ما صارت تصور رئيس دولة يخرج يتمسخر على الشعب متاعه قدام صفره في اني اجانب يقول لهم راهم يضحكوني يعني يضحكني الجاهل العميق متاعهم هذه عمرها ما صارت وهذه يتأكد زادة الطلب اللي احنا تقدمنا بالمعكمة باش انه السيدة داية يلزم عرض على الفحص الطبي للتأكد من سلامة المدارك العقلية متاعه هذا اهانة توانسة يلزم يعرف هو واي شخص اخر كائنا من يكون انه راهو ما نشطوش على اهانة التوانسة والمسلم كرام التاح هو يقول انه فما الناس قاعدين يتسايدوا فيها وانا مش نكمل نقول اللي يجي في بالي ولي على بالي وهو ما خليهم يتسايدوا هو يتسايدوا فيها وهو قاعد يشتغل في الشأن العام وقاعد يعمل في العمل السياسي والعمل السياسي هو في المعركة وفي المعركة يعني ثم التصيد وثم الاستهداف وثم الثناء وثم الظم وثم اللي داخل هالسوق هذي يلزم يقبل القواعة وانت نمتاحها لكثر ولا قل هل انتي قلش لازم تلم باش القضية لا هي القضية دفعت للمحكمة ودفعناها 82 شخص بايش شخصية في المركة كنا 82 واحد قدمنا القضية دي لكن انا توف انتظار وبلغنا لسبوع الفاتت انه السيد مساعده كالجمهورية المكلف بقضايا الصحافة نواء النشر باش يحيلها لباحث البداية باش يحروا على الشكين يعني يعني يحر علينا الاقوال متاعنا دونك من هنا الى ان يقع استدعائنا للتحرير في انتني علينا قاعدين فتحين الباب للناس انه اللي يحبوا ينضموا لهالقضية هذية باش يشاركوا معنا ونعتقد انه اليوم وصلنا ل391 في ظرف عشر ايام بركة ما بين نهار 29 ماي اللي قدمنا في القضية واليوم نحن تسعة جوان نعتقد انه هذي وبين قوسين الناس هذوما يعني ما عندهم حتى علاقة لا بحزة سياسية ولا هم الناس مواطنين عاديين مختلف في الشرايح والعمار وجزء كبير منهم هم انساء وبين مناسبة نحب نقول يسلم انساء تونس وحريرها ورجالها وحرارها سول هدف زياد من زياد الهيني من قضية هذي وجمع توقيعات من المواطنين دعما للقضية متاعك انت يبدو ليونو مايخذها قضية شخصية رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوجي قضيتك الشخصية في انك تبحث على باش نحيله اكثر ما يمكن مما تبقى من السمباتي متاعه ومن الناس اللي مازالوا يدعموا فيه كانك تحب ربما بالدخول في منافسة مع المرزوجي وانك سيد الرئيس محمد المنصف المرزوجي الرئيس المؤقت تدخل في منافسة معه باش انت صورة متاعك تحسنها هذا مايتقال معناها حول هذي القضية الثانية اللي ترفحها ضده وقلت ومايخذها كانت قضية شخصية شوف بالنسبة للناس اللي قاموا بالقضية دي هم ناس حبوا يوجهوا انظار باش يقولوا الرئيس الجمهورية المؤقت ولكل الاخر انت مسؤولني في الدولة واي شخص كائن فيني من يكون يقولولو راهو كرامة التوانسة خط احمر رانا لن نسمح بالاستهزاء بالتوانسة ورانا ما نسمحه انه تقفني الإهانة متاعهم نحن انت كيف جي تهين التوانسة في وسطهم في اجتماع ما نقبله لكش وما نغفره لكش فما بالك انك جي تتهينهم قدام صفراء اجانبه وقدام العالم وضحكت علينا حتى الاجوار متاعنا لو كنشوف بعض التعليقات اللي وقعت في دول المجاورة بعدك الخطاب في نهاديك شيء يحشم رئيس دولة فانا ما وضع يحط الشعب متاعه طوى جي بالنسبة لي نفني كشخص كزياد الهاني وذلك لم يلزمني كان أنا كشخص ما يلزمش 390 الأخرين اللي موجودين في هالقضية في نهاديك انا اليوم نعتبر انه محمد المنصف المرزوجي يشكل اختر على البلات يشكل اختر على البلات بش نعطيك امثلة بسيطة هالراجل هدايا البارح في نتنقال في اللي هو ما مظلمش حتى حد وقتل يسألوا قالوا انتي عندك شون قالوا انا ما مظلمش حتى حد انا بش نعطيك نموضش برك المنصف المرزوجي ظلم آلاف التوانسة اللي موجودين اليوم يغانيوا في نتني في سوريا بقطعوا العلاقات نتني مع سوريا علاش ظلمهم لانه والله لو كان انت عندك مشكلة مع سوريا لو كان سوريا عملتك انت مشكلة وانت رديت فعل قصية معها العلاقات يمكن ان يفهم اما انت في اطار لعبة سياسية ممسخة متع دعارة سياسية جي انت الضحي بستة لاف تونسي في نغادي وبالمصالح متاعهم باش تقيد موقف حقوقي وباش تمشي الاجندة متع ناسي اللي تحب تضرب سوريا هذا يظلم ما بعده ظلم ونحب نلاحظ حاجة اللي مؤتمر الدعارة القومية اللي عملوه في تونس اللي سمعوه في مؤتمر أصدقاء فمتني سوريا واللي قطر هي اللي مولدتو تعالق الكيراد عليكم فمتني ربي ما كيبش تعملوا فني مؤتمر مو خلصوتو ما ما انتم تعملوا المؤتمر هم وجووا خلصو لكم بتعالك ماش نوا كيم هدا اعداد محل الخناء والدعارة والتوسط فيه معناها في انتي سيل مرزوقي يحضر لهم المقر والقاطرين في انتم يدفعوا هذا جمهورية تشكي بيك على عبارة الدعارة اي 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 نعم هذا عمل في انتم تشكي بيه ونطلب منه بشي شكي بيه ونتحداه انه وشكي بيه وجابوا زونات العالم وقالوا لهم تفضلوا هاي دمشق العروبة في انتم تفضلوا اللي حبينا الوطر ومنها في انتم تخلي تفضل هذا اللي صار مع الاشارة اللي رئيس الحكومة وقت اسي حمادي جبالي رفض بكل قوة انه يدخل تونس في هالحسابات انتهارية لكن جاء رئيس موقت منصف مرزوقي وقدر الناس كل وعملت ان يقارر ان تقاطع علاقات وحطت ان كلهم قدام الامر المقضي اذا نعتبر انه ما تمش ظلم واكثر من الظلم جريمة ارتكبت في حق التوانسة اكبر من الجريمة هذه وهذا كعلاش يازم يتوقع منصف مرزوقي انه التوانسة اللي في سوريا راهم بشي طالبوا بملاحقته قضائيا من اجل هالجريمة هذية اللي ارتكبها في حقهم سؤالي الاخير زياد الهاني ناخده بنفس المقياس محمد يجبالي كان قال قبل نكبتنا في نخبتنا ولم يحرك حتى حد ساكينا معناها باستثناء بعض الردود هذا كان نجم يترفع عليه قضية بلش نقول لك هنا اللي قريتك شخصية مع المنصف المرزوقي شخصنا معناها عندك مشكلة مع المنصف المرزوقي تقول انا بالنسبة لي هو كشخص معندي معاه حتى مشكلة بل بالعكس ربما فاشك بحاجة انا وقت اللي هو شد رئيس الجمهوري وبنقصي مش رئيس منتخب روكي ما قاعد ديم يقول انا اول رئيس منتخب موسيح مش رئيس منتخب اول حاجة اول رئيس منتخب حقيقة في الجمهورية هو الزعيم الحبيب برقيبة عام تسعة وخمسين في كانت انتخابات اللي هي فيني حرفني الى خيري ثانيا هو مش منتخب مش شعب اللي انتخبه هو جاه في صفقة سياسية مع النهضة ومعروفة كانت عندي فيه فنتني امال كبيرة لكنه للاسف خيبة كل هذه الامال اتصور انت انه رئيس جمهورية بلاده فنتني مهدفني بالارهاب توثمة قيبان الشهر فنتني التالي مستدعي فنتني بعض المشايخ ومنهم رموز متع الوهابية في تونس يوكل فيهم فني في البريك ويحكي لهم اللي بالنسبة لهو الارهاب راهو في الشعانبي وفني دا تونس هذا رئيس وهذا فنتني انسان مسؤول اللي معناها يتعامل مع الوضع فيني بها الطريقة فيني هذه هذاك علشان نقول لك نعتبر انه انسان هذيا هو يمثل فنتني اختر انتوما شفتوا البارح نرجع لحلقة متاعه البارح وقت اللي فنتني يحكي رتواني سموا وعملين الميليشيات اللي يدافوا عليه في الانترنت فنتني عاملين الميليشيات اللي يدافوا عليه في الانترنت ويسبوا في الناس ويمسوا فينهم العراض متاعهم البارح يجي قول للتونسيين تعرف هذي شنو معناها هذي ثم ناس تفهم في مستوى الدفاع بالكلمة لكن ثم ناس بوسطاء ينجم ويفهموه فيني الانتقام ويدفاع فيني بالعنف يعني غدوة هذي نجم يعتبر فيني تحريط وممكن ثم فيني معارضين ليه يقع الاعتداء عليهم هذاك علشان وهو اذا كان اي معارض يقع الاعتداء ليه بش يتحمل المسؤولية مع العلماني من اعتقل سألو فما واحد يحب المرزوق لا ثم ليقبضوا مستعدين نعملوا كل شيء شكرا نزيد ليني بارك الله فيك محبه لك تكسح